قال الشيخ أحمد بن عيسى الخليفة الوكيد المساعدة للجنسية والجوازات والإقامة بأن المنافذ الرسمية لمملكة البحرين شهدت كثافة كبيرة في حركة المسافرين في أيام سباق جائزة البحرين الكبرى الفورميلا ون هذا العام إذ بلغ مجموعة المسافرين أكثر من 674 ألفا و600 مسافر عبر منفذي جسر الملك فهد ومطار البحرين الدولية وضاف في تصريحاتنا الصحفية أن نسبة تأشيرات الفورميلا ون هذا العام زادت 24% عنها في العام الماضي ما يؤكد نجاح المملكة في استضافة مثل هذه الفعالية العالمية الكبرى ونجاح هذا الموسم 2017 مشهدا بالخطط الموضوعة والجهود المذولة من قبل جميع منتسب الإدارة لانجاح هذا السباق من خلال تسهيل إجراءات المسافرين وطالب التأشيرات على حد سواء